سريعا بقى نمر برضو على تصرحات كابتن إمام عشور لعيب كرة القدم بنياد الاهلي لأن كل اللي قال أن كل اللعيبة مركزين في التحضرات ومستعدين لمباراة كأس السوبر الأفريقي وأضاف قال لأنه هو بالتأكيد كل لعب يعرف ما هو مطلوب منه أن جميع اللعيبة بيسندوا بعضهم البعض وإن شاء الله سنعود بلقب كأس السوبر الأفريقي أكمل قائلا مباراة الدربيت تبقى قوية إن شاء الله الفوز في نهائي كأس السوبر الأفريقي يكون من نصبنا يجب أن نلعب بشكل جماعي خلال أي منافسة نخد غمرها بالتأكيد ننتظر الدعم من جماهرنا وأردف قائلا شاركت في نهائي النسخة الماضية من كأس السوبر الأفريقي كانت أول مرة أخذ فيها هذه المنافسة لم يقدر لي تتويج بهذا اللقب حيث لم تكن هذه الكأس من نصيب النادي الأهلي وأضاف هذه المرة الكل يركز على الفوز في المباراة أمام الزمالك الفريق كله يتدرب بشكل جيد بإذن الله سنلعب مباراة جيدة التتويج سيكون من نصبنا ويقال كمان عندما تلعب في النادي الأهلي مع لعيبين كبار بيسهموا في اندماجك بسرعة مع بقية عناصر الفريق لا تشعر إنك غريب عنهم هذا الأمر يصنع الفارق خاصة إن اللعيبة الكبار في الأهلي يجعلوني أشعر كأني متواجد في النادي منذ الصغر هذا أمر يصنع الفارق بالنسبة للاعب كرة القدم